السلام عليكم متاحية طيب هل كل محبين قناة كريم كسر إنما كنتم مرحبا بكم معي مجديد في هذا الفيديو نتقسم معكم جوج دي الأخبار مهمين خبر مكي شبه الخبر ولكن في حقيقة الأمر هي أخبار مرتبطة في بعضها البعض إذا تفرجتم معي الفيديو غادي تفهموا الكلام ديلي فين غادي هي صدمة بالنسبة للمغرب صراحة وغادي يجيو صدمات أخرى بالنسبة للمغرب إذا استمر المغرب في معاملة الشباب ديالو كما هو كعملهم دابا صراحة هاتش هدا إسبانيا دابا غادي في خطوات كتعرفش كتدير خاصة مع الفيئة دي الشباب المهم أنا غادي تقسم معكم الأخبار وغادي تفهموا معي مزيان شنو القصد ديالي والكلام ديالي فين غادي بالضبط لأن هاتش هدا كيندر بوحد الخسارة صراحة كبيرة اللي بدأ كتبان البوادير ديالها دابا حاليا واللي غادي تشوفوا مهن القدام آش غادي ترى مع خاصة الفيئة الشباب المغاربة أعطيونا لك الإخوان بارتاجوا الفيديو تابعوا معنا حتى الأخير باش تستفدوا إخوان والأخوات الحكومة الإسبانية كتقرر أنها غادي تساعد الفيئة ديال الشباب والأطفال المينوريس كنتسميهم يعني اللي كانت بدأ من أقل من ثلاثة وعشرين سنة مؤخرا مدينة سبتا ومليليا عرفت واحد دخول ديال عدد كبير ديال أطفال هدو إما جوا مرفوقين والديهم خلهم مشوا بحالهم إما سلتوا حرقوا مهم يعني طريقة بأخرى كيتواجدوا واحد درجة كبيرة في سبتا في مليليا في كنارياس وحتى في أندلوسيا فالحكومة الإسبانية أعطت واحد دعم اللي هو كبير بزاف لهاد الفيئة هدي خاصة هذه خمسة وثلاثين مليون ديال الأورو خمسة وثلاثين مليون ديال الأورو كدعم لهاد الفيئة هدي يعني اعتطات الفلوس هدي للصناديق ديال السوسيال رعاية الاجتماعية وهما اللي غد يفرقون الفلوس على هذه الشباب هدو يعني كتر كان مقرر أنا غدت تعطائهم سبعة و وثلاثين ديال الماليار أعود أعبوا ان اضرب الأورو سبعة وثلاثين مليون أورو ولكن دباء زادهم حسنا 35 مليون أورو وهذا الشيء يعني إسبانيا والذي كنت تفكر بعيد الحزب البيسيوي والبوديموس مني يتفقوا على هذه القضية هذه وقرروا يخرجوا هذه المبلغ ويعني اصدار في الجريدة الرسمية ديال الدولة بأن هذه الفلوسة تخرج للرعاية لهاد الأطفال هذو وهد الشباب هذو للمستقبل دياله وكنتظرها كما قلنا غيسب تاب وحدها مثلا حاليا كنت وجد فيها تلتمية وستين يعني قاسر اللي مقيمين في سبتاء زائد مليليا وزيدو حكا نارياس وأنالوسيا مبلغ مهم باش يدعم هذ الفئة هذي ويعطيها وحد دفعة ويعتني بها باش في المستقبل طبعا غادي يستفد منها طب هذ الحال هذ الخبر هذة اللي كانت قسم معكم انا دبديل هذ دعم لغطات الدولة للقاسرين المينوريس كان نربط به الخبر الثاني اللي عنده علاقة باللاعب المغربي عب صمد الزلزولية اللاعب المغربي عب صمد الزلزولي هو اللاعب ديال افسي بارسلونا الاسباني جاء الاسبانية مع والديه هو في الحمار ديله اربع سنين خلق في بني ملال في المغرب هو ولد بني ملال وجاء مع والديه الاسبانية وهو عنده اربع سنين كبر وطرعرع هنا في اسبانية اعطاته اسبانية الدعم ديلها لعباته وجداته يعني اعطاته كل ما خصوه ولا لاعب محترف كبير جدا وبقي غير صغير ويعني يعيده بالمستقبل كبير جدا اخر مطاف الخبر الصادم للاعب هذا بعد اخذه شده والانتظار الجواب ديله اللاعب هذا كي قرر انه يلعب مع المنتخب الاسباني ماشي مع المنتخب المغربي هابت الصمت زلزولي اعتبر لاعب مع المنتخب الاسباني بالرغم انه عنده جنسية المغربية والاسبانية وهاتش يجاب في التويت ديال جيرار روميرو اللي هو صحفي معروف بزاف اللي كي حوت كي قل ابدي يعني معروف انها في اسباني كي قلو ابدي سياد سيديدو بور خوغار كون اسبانية كون لا دوب لنصويداد رتسا مرويكوس بوم يعني هي بومبة ديال الموسم وقنبولة للموسم صعيبة بالنسبة للمغرب ولكن حسنة بالنسبة لاسبانيا لماذا نقود لكم الاخبار مشتركة فيما بعض هالبعد اخوان الاخوات اسبانيا عرفة عش كتدير معها القاسيرين كتستقبل القاسيرين دبو كتعتني بهم لان هذا القاسيرين هادو هما الفئة اللي ستنود البلاد غدا وما الفئة اللي ستعتمد عليها اسبانيا غدا هما اللي سيخرجوا منا لاعبين كويرية وما اللي سيخرجوا منا داكاتيرا ومن الذين يخرجون منها عدائين يخرجون منها جميع الفئات التي يريدونها ومن الذين يكونون المستقبل الظاهر في هذه البلاد لأننا لدينا طاقة شابة مهمة في المغرب هذه الطاقة الشابة لم تجد أي يد التي تعاونها لكي تستثمر جيد إذن أغلبية الطاقة الشابة يفكرون في الهريب من ذلك يهربون أن أوروبا بصفة عامة تستقبلهم وتعتني بهم لكي توصلهم يعني ما كنا نتظر أن الزلزولي يلعب إسبانيا كل شيء يقول ربما يلعب المغرب حكم الوطن ولكن بما أن الوطن يتخلى على أولاد بلاده أو يسمح أولاد بلاده لا يعتني بالشباب والأطفال لا يعتني عناية خاصة خاصة تعمل الشباب بالدرجة الأولى لأنهم الطاقة المستقبل هم المشعل البلاد هذه الفئة المغرب يستهتر معهم يعني كنتوا ولا ما كنتوش هو هدك مش مشكلة لا يوجد عناية خاصة لهم إذن بما أنهم يأتيوا إلى أوروبا فأوروبا توجه لهم عناية خاصة لهم تستقبلهم في سنتروس يعني وقلين شربين ناسين عندهم طباب ديولهم وفق شيء تحتهم الفلوس باش يمشيوا ويدورو ولا يريدون شيء مهيبة يمشي سقلها في البلاسة المناسبة إذا كان يفهم في المصرح يمشي للتمثيل ولكن عندهم على الكرة يمشي للعافة تيران ولكن يجري عناية خاصة لها في جميع الأمور اللي عندها علاقة أنه بالتكوين ديوله من الطفولة ديوله واكل شهر بمكسي لانترامو اللي بغيتي قرائل كذلك هذا شي هذا يعني إسبانيا ستتسافد منه طبعة الحال وبما أنه ستعتني بهم سيقرروا حتى هم مستقبلاً بحلي دار عبت الصمد الزلزولين وبحلي دارو حد أخرين وبحلي بزاف ديال الأمور ستعترى بمستقبلاً وأنا كنقولها وأعقول له على الكلمة التي كنقوله هذا في 2021 فأخر نهار تقريباً في 2021 أقول له عليها مزيان أنه بصفة عامة اللي يجيوا الأوروبا أو اللي يخرجوا من المغرب شباب أو ناس كبار يعني يخرجوا ما شيء يخرجوا هو فرحان يخرج من البلاد هو ساخط ساخط لها بزاف ديال الأمور ساخط على المحسوبية الزابونية ساخط على الحقراء ساخط على العناية ما كانت توجهلوش ما كانش يعني اهتمام خاص بكل فئة ما كاناش كاينة إصلاحات ولكن خاص هذه الفئة هذه بالدرجة اللولاء الشباب أننا نسقلوها نتمو بها ما خاصلش نخسروه إلا بقينا غديم حلكة هنخسروه نحن ما بغنش بلدنا الخسران نحن بغن بلدنا التربح وتستغل فئة الشباب ديالها باش تنوض الميشعال ديال غدا باش المغرب ديال غدا يكون حسب من المغرب ديال اليوم نزيده نتقدمه أكثر وأكثر هاتش هذا هو التنبيه التنبيه لكل واحد مسؤول في البوست دياله على الموقع اللي هو فيه أنه خصوه يفكر مزيان في المستقبل أن أوروبا كما كتعرفو ربما عنده ما تدير بالنس الكبار ولكن الدراء الصغار كتركز على أنها تشد فيهم بجدية اللي يدين لأنه عارف شنو كنتظرها في المستقبل إن شاء الله للقريب ولا البعيد وهذا هو خاص يعادة نظر وعادة تفكير فهذه الفئة هذه باش ما يبقىوش يترد منهم ذيك الوطنية ديالهم تخليهم أنهم من يخرجوا البرة يبدو يفكروا في خارج مية في المية يعني ما يبقاش يفكر في البلاد وهذا ما يشي في المصلحة ديال البلاد المغرب لأن البلاد المغرب معروفة عالميا بلاد المواهب في أي مجال بغيتي أي مجال عندنا المواهب تباك الله ما شاء الله أطب فاش ما بغيتي وهذا ما يجب استغلاله و أتمنى أن الرسالة تكون وصلت و خاصة تصل باش نحفظه على الشباب ديال البلاد ديالنا هذا ما يريد أن نصل إلى الفيديو مع الأسف الشديد يعني بصمت لزولي على العمى اسبانيا ما عندنا ما نديره لأنه يلي كوناته و حقيقة الأمر يلي كوناته فحنا ما عندنا ما نديره فحقه هذا اختيار دياله هذا شكرا لكم جميعا أينما كنتم و رح بيكون لي مشترك جديد حتى الفيديو القادم سلام عليكم و رحبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر